اشتركوا في القناة 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 واللي يكون الجهاز من شركة T-Mobile Free Contract تروح على موقع أبل وتلاقي T-Mobile Free Contract تختاره وتطلب هذا الجهاز هذا الجهاز راح يكون شغال في دول خليج وشبكة LTE شغالة ما عليها أي مشاكل نصيحة يا أخوان أنا جهز لكم مجموعة نصيح اللي حاب يستفيد منها يأخذها بالاعتبار واللي محاب يستفيد منها لا يهتم فيها النصيحة الأولى لا تشتري الآيفون 6 أو الآيفون 6 بلس 16 جيجا بايت وذلك بسبب تكبير حجم التطبيقات التطبيقات ما عادت نفس السابق حجمها صغير كل ما لها وتتطور وتصير دقتها أعلى حجم الصور والفيديو صار أكبر بسبب تكبير حجم الكاميرا النصيحة الثانية يا أخوان استخدم أي نوع من الكفرات للآيفون 6 أو الآيفون 6 بلس ليش أستخدم أي نوع من الكفرات لحماية الكاميرا الخلفية من الكسر وذلك بسبب بروز الكاميرا الخلفية مثل ما أنتم شايفين الكاميرا طال على بره شوية أو بارزة هذه أقل طيحة بالغلط تطيح على الكاميرا راح تكسر الكاميرا هذا هو استعراض اليوم أتمنى أن الاستعراض هذا ينول عجابكم إذا عجبكم هذا الاستعراض سووا لي لايك وسبسكرايب إذا ما عجبكم هذا الاستعراض سووا لي ديس لايك أتمنى نشوفكم في فيديو شرح ثاني شكرا ومع السلامة